كشفت الهيئة العامة لارصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من اليوم الـ 2 8 يوليian حتى السبت 13 يوليian حيث تشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة وبداية ارتفاع في درجات الحرارة تفاصيل حالة الطقس في الفترة دي بتقول طقس شديد الحرارة رطب نهرا على اغلب الانحاء حر رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب لويلا على اغلب الانحاء معتدل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ايضا في رياح معتدلة بتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء نتمنى أنها تبقى فيها نسمة هوا كده يعني هي بتيجي يعني ينسم علينا الهوا فيهون علينا الحر شوي ارتفاع طفيف وتديجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات على أغلب الأنحاء اعتبارا من غدا التلات 9 يوليو وارتفاع في نسب الرطوبة طبعا التأكدات اللي دايما بيقولها لنا السادة الخبراء في الأرصاد الجوية المشايان في الضلة البعد عن الشمس الاكثار من السوائل وخاصة المية اعتبروا يا جماعة المية دي دي كده فيها كل حاجة ده كده وقاية للجميع على قد ما تقدر تشرب مية اشرب على قد ما تقدر تاكل فاكهة مرتبة ما تحبس السوائل جوه الجسم ترطب على الجسم بقى يعني البطيخ التين الشوكي الحاجات دي بلاش برضو نقطر في المنجة والحاجات دي عشان يعني بحكوا لنا بنحبها يعني بتتبيه الحلقة بس على اقل ناخد احتياطاتنا وربنا يعني يهون علينا ايام الحل